اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها الى افاق ارحب خلال الفترة المقبلة وذلك في اطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين خاصة في ضوء الدور المصري الهم بقيادة السيد الرئيس في منطقة الشرق الاوسط باعتبارها دعامة رئيسية للامن والاستقرار لسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد ازامات دولية واقليمية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي الى الرئيس الامريكي بايدن مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وكذا تكسيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الاصعيد وذلك في اطار المصالح المشتركة للبلدين ولدعم جهود استعادة الامن والاستقرار بالشرق الاوسط في ضوء ما يشهده من توتر والطراب اضف المتحدث الرسمي ان اللقاء تترق الى استعراض تطورات القضية الفلسطينية حيث شدد السيد الرئيس على ان حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه ان يفرض واقعا جديدا ويفتح افاقا واسع لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الاوسط في حين اعرب مستشار الامن القومي الامريكي عن التقدير البالغ للادارة الامريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لارساء السلام في المنطقة الى جانب دورها الاساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ومبادرات اعادة اعمار غزة كما تطرق اللقاء كذلك الى مستجددات عدد من القضايا الاقليمية حيث اكد سيد الرئيس الموقف المصري السابت والمستند الى ضرورة تدعيم اركان الدول التي تمر بازمات وتقوية مؤسستها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي اتح للجماعات الارهابية التمدد والانتشار كما تم في ذات السياق مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والفكر المتطرف حيث اشاد سيد سوليفان بجهود مصر الحسيسة على هذا الصعيد وتم التوفق بشأن اهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر الى ما يمثله الارهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي تم ايضا مناقشة مستجدات قضية سد النهضة حيث اكد سيد رئيس على موقف مصر السابت من ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الامن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول السلسة كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد برونو دانتاس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بنى السيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول البرازيلي الى مصر مشيدا سيادته بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل ومؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية مستعرضا سيادته في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة من جانبه أرى بسيد دانتاس على تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة ومشيدا في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة اللقاء شهد تبدل وجهة النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنصة همة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعيير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة ترجمة نانسي قنقر